من يومين تقريبا والسعودية بتتابع خبر اقتفاء مواطن السعودي في القاهرة اختفى هذا المواطن في ظروف غامضة المواطن اللي لم يكن انما غلط شانس مهاتان ابن غازي واختفى في منتصف شهر ابريل اللي فات ونزلت اخبار عنه انه اختفى المواطن ده حضرات مواطن سعودي في القاهرة منذ ابريل هو دي صورته السفارة السعودية في القاهرة طلعت يعني بيان قالت فيه انه في مواطن اختفى بالاشارة الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هاتان ابن غازي شطا في مرينة القاهرة تودي السفارة التوضيح انه منذ اليوم الاول لاختفاء المواطن باشرة اجراءاتها وحاجات كده يعني اخوه دخل اختفار منذ اليوم 22 ابريل الماضي فقدم التواصل مع اخي هاتان طبعا هاتان كان يقضي اجازة عيد السفر في المملكة في مدينة جدة مع العيلة وبعد كده رجعتاني على القاهرة في يوم 14 ابريل من يوم 14 ابريل الاسبوع ده سبحان الله ما نعلم ما الذي حصل فيه ادى الى اختفاءه من يوم 22 ابريل حتى الان ما يقارب حوالي الاربعين يوم الى الان طب اخر اتصال بينك وبينه كان امتى؟ اخر اتصال كان قبل يوم 22 بحوالي يومين وكان اتصال طبيعي في سؤال عن الاهل وعن الوالدة واش الاخبار لانه كان بينسق لعودته اللي حافظ ان تخرج ابنته من السنوية العامة شلال هاتي الاسابع هو عنده كم سنة؟ الثاني حالين عنده 40 سنة وصحيا صحته جيدة ما فيش اي مشاكل؟ نعم بكل تأكيد ما كان عنده اي مشاكل صحية وكان بيتنقل ما بين القاهرة والمملكة لانه كان بيعمل شيئين الاول كان بيزيد في معرفته بشلال الدورات كمدرب ارشادي والامر الاخر كان حابب يبدأ في مجال الفني والترفيه انت عارف الان في المملكة اليوم هذا مجال واعد طبعا فبدأ في اخذ دورات في التنثيل وفي الفن وانكن كان له تجربة بدأ كتجربة اولية لانتاج اغنية لأحد المطلبين في مصر وكان عنده هذا الطموح اللي يبدأ في تطويره وهذه كانت اسباب ترددوا ما بين المملكة والقاهرة كان في مدينة الرحاب تجمع له في مدينة الرحاب فكان مقيم يعني في وقت شقة وقاعد ومستقر يعني نعم كان هو عنده اقامة في القاهرة وبيسعى الى بحث الامور ايضا في القاهرة لإمكانية الاستقرار بشكل اكبر وتوسيع مجال عمله ما بين القاهرة عن المملكة يعني مواطن سعودي كان عنده رغبة في التمثيل او في الغناء حاجة كده يعني فالداخلية طلعت بيان غريب قالت انه مريض نفسي رغم انه الاخ نفى ان اخوه قبل اختفاء كان بيعاني من اي امراض هنشوف الداخلية بص في روسيا اليوم مصر تصدر بيانا بعد اختفاء مواطن سعودي وتكشف سرا ايه السرا بقى اصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا في اطار ما تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء مواطن سعودي في القاهرة وقارة الداخلية في بيانها في اطار ما تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب احد الاشخاص يحمل جنسية احدى الدول العربية فقد تبين ورود بلاغ لمديرية امن القاهرة من محامي صفارة الدولة المشارئ لها يفيد بمعاناة المذكور من مرض نفسي وقيامه بترك شقية مستأجرة في اطار مرضه وبالفحص تبين وجود جميع متعلقاته بالشقة محل سكنه ويتم مريض نفسي ده اخونا فانه عنده اي مشكلة تعاني اسمع كده اخوه عليه مع الموزيج السعودي يلا محامي صفارة الدولة المشارئ لها يفيد بمعاناة المذكور من مرض نفسي وقيامه بترك شقاته المستأجرة باحدى المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة في اطار مرضي وبالفحص تبين وجود جميع متعلقات الشخصية بالشقة محل سكنه ويتم تكثيف جهود البحث عنه هل كان يعاني من اي حاجة نفسي يعني اذا تسمح لي يعني اجيب على الموضوع ده من كذا جانب بشكل مباشر مرة اخرى ماذا تم من يوم 14 ايبرل الى يوم 22 ايبرل لا يوجد لدينا علم قد يكون مرة بصدمة معينة اثرت عليه اتعرض الى حاجة معين اثرة عليه نفسيا او عقليا ولكن من قبل هذا اليوم كان الامور طبيعية جدا لما وصفت لحظتك نشاطه العملي والتعليم اللي هو اليوم كان يسمكه كان متواجد في المملكة لقباءة الاجازة ويعمل على العودة مرة اخرى حافظ تخرج ابنته والامور كانت اكثر من طبيعية يعني مش مريض نفسي ده خول اللي بيقول لكن المعلومة الاهم اللي قالها عمر قادي بالموزيع السعودي ان محامي الصفارة السعودية هو اللي قال موضوع المرض النفسي والاخ قال ان ممكن والد يكون في فترة السبوع اللي اختفاء حصل حاجة لكن قبل كده كان طبيعي نسمع الموزيع السعودي موضوع المرض النفسي ده اللي بيقوله محامي الصفارة يعني معرفش هو ممكن يكون جاب المعلومة منين ولكن اكيد الصفارة طبعا السعودية في القاهرة يعني حتى موجود كبير في هذا الامر لا شك لا شك وان ورد من اي شيء يريد من السلطات الرسمية او من الصفارة السعودية نؤمن عليه سمع وطاعة وانا اؤكد اننا الهدف الرئيسي الان هو ان نعتر عليه او ان نجده سواء كان بكامل صحة وعافية ورجاحة العقلية او يكون تعرض الى امر يمكن اثر في ذلك يكون الحاجة اللي العثور عليه اوقع وفي حراجة اعلى بانا نجده بس البيانة بتاع الصفارة السعودية ما فيه حاجة عنه مريد نفسي ما انا مش شايف اي حاجة فيه بالاشارة والظروف الامنية اختفاءه مستعينا بذلك بالكاميرات حيث مكنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بالحيي تجمع الخامس من تسجيل اطلع كده فيما ولا يزال بحث من قبل الجهات الامنية بمتابعة وثيقة من الصفارة ما فيش اي حاجة قالتها الصفارة بيقول ان المواطن كان مريد نفسي وبعين ما قالش يعني ايه مريد نفسي يعني واحد اعيه في اسبوع يعني في اسبوع جالوا ايه خلال عقلي ايه تعرض لأيه الازمة اللي تعرض لها فخلته يصنب بانه مريد نفسي وبعين مريد نفسي دي ده كلمة بتوعلماء النفس يعني يعني الجاهلة يقولوها لكن المتخصصين نفسيين والمحلمين بيقولوش كلمة مريد نفسي دي يعني لا يعني كلمة مريد نفسي دي اللي هو عنده ايه يعني مكتائب يعني ما الناس كلها مكتائبة يعني ايه مريد نفسي ماذا تعني كلمة بيعاني من ايه مريد نفسي ايه عنده ديبريشن يعني ده الناس ده احنا عندنا في مصر فيه ملايين عايشة بديبريشن عادي جدا ومتعاملوا عادي بس انت ايه الميسه بس يعني ده مش مرض يعني قصد اقول ايه نوعية المرض النفسي اللي بيقولك مريد نفسي ايه دي اللي هي ايه انا اسمعها من واحد قعد على قهوة لكن لما تبقى صفارات او اجهزة مختصة زي وزارة الداخلية وتقول مريد نفسي دي كلمة محتاجة لمحلل مختص نفسي يقول هزة اذا كان الراجل ده مريد ولا اقى لكنه ما اطلقاش كده افروا واحد شافني معادي وقال ده مغرور اكتب وكان المرحوم مغرور واحد شافني بتنرفس وكان عصبي يعني يعني ايه مريد نفسي اخر تطور في الموضوع هتان انه شهده وهو بيركب من موقف سيارات بعد تفريغ الكاميرات قبل ما يختفي خالص نشوف كده اخوه بيقول ايه طيب يعني حليك شفت الصور اللي كانت محطوطة ليه في احد مواقف الماقلة او كده حليك شفت الصور دي اظن من يومين ظهرت بس وهي حظهرت البارح هذه الصور ويبدو انها من استكمال تفريغ الكاميرات للمسارات اللي الان المضاحة المصرية السلطات الامنية بدأت في تقافي اثرها كان عندنا شكل فالهو اولا ولكن في حاجة تنتبه شبه كبير ويمكن الكرام اللي صاحب الصور بانه قد يكون استقل احد السيارات من الموقف وهذا اللي كان يبشر بخير لانه في حال قدرة التتبع السيارة ممكن نعرف مساري اللي يوصل له فبيحاول انها لا يسهم بجهود السلطات المصرية اللي نصور الالكية والحقيقة احنا هنا في برنامجنا ومنطلق مهني بنحيي اهتمام النظام في مصر بالبحث وحل لغز اختفاء المواطن السعودي هتان او هتان لانها قضية انسانية قبل ما تكون يعني جنائية وقضية انسانية قبل ما كل مواطن سعودي مواطن انسان كان عايش في مصر بلد الامن والامان لكن السؤال الاهم هل الموضوع المرضي النفسي ده يعني مش هيدخننا او مش هيخلينا نقلق شوية من الرواية يعني رواية مصرية اوي او رواية امنية مصرية ولو كان المواطن ده مصري كان حصل نفس الاهتمام من الداخلية والاعلام المصري زي موضوعها تان وهل عمر اديب السعودي يعني كان هيستغرب جدا عن اختفاء مواطن ولكنه ما استغربش عن اختفاء عشرات ومئات المصريين اللي اختفوا وتقتلوا على التعذيب ده غير الاجانب زي جوليو رجيني اللي لسه من كم زموع كان فيه اربع زباط بيتحاكموا قدام القضاء الايطالي بسبب اختفاءه ايطاليا تحاكم اربع ضباط طبعا غيابيا يعني يعني غيابي مش هيسلمهم السيش يعني مش عايز الراجل يسلمهم مش عايز تسلمهم تخيل لانه هو دور الجلتو ويقال اني محمود فيهم يقال بس هو الاسماء محمود مش فيهم يعني القصة مش بس اختفاء مواطن سعودي قصة في نظام عصابات واجهزة اجرامية بتخطف وتعذب وتقتل القصة في اعلام ممول موجه بيتم بس باللي لهه ظهر اما اللي ملوش ظهر فاده ما حنش سأل عنه